سلام عليكم اخوتي اخوتي سي مرحبا بكم على قناة الحميدي هذه الحلقة سنحلل فيها نصلي ونص تطبيقي اذا لكن سيكون التحليل لنا مخالف تماما الباقي التحليل الاخرى بحيث سنحلل بالطريقة المطلوبة منكم في الامتحان بمعنى اخر مقدمة ثم عرض ثم خاتمة فهي كملاحظة سيكون التحليل لنا طويل شيئا ما لكنكم لا تبعتوا معايا مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة لاننا سنشرح فان شاء الله ستتمكنوا وستفهموا جيدا كيفاش نحلل النصوص التطبيقية لنا اذا على بركة الله نبدأ يقول الشاعر على الفس في قصيدته مجد الشرقي اذا علال الفسي كما كان عرفوه فهو مباشرة كنشوفوا الاسماء نشوفوا الاسم ديال علال الفسي فهو رائد من الرواد ديال احياء نموذج اذا لاحظوا معايا القصيدة كيفاش دير شكل ديالها فهو مخالف الباقي القصائد اللي احنا كنعرفوه اللي كنشوفوا في النصوص الشعرية الاخرى اذا لمن طلال في الشرق اصبح خاليا به اثر للمجد ما زال باقيا يذكرنا عهدا تحن نفوسنا اليه فنجري الدمع احمر قانيا يذكرنا عهد السيادة والعلا وعصرا به كنا الملوك الموالية علونا به فوق السهاء عن جدارة وفقنا به حتى النجوم العوالية ملكنا زمام الحكم شرقا ومغربا بعدل محظ ظلم الذي كان فاشيا وان امة تاهت علينا وفاخرت ابنا لها ما كان في الفخر ثاوية بعثنا لها جيشا من الاسد عامرا يناولها كأس المنية صافيا ولكن عرتنا بعد ذلك نومة نسينا بيها اواه تلك المبادية ولم تزال الايام تفعل فعلها الى ان غدا مجد العروبة باليا وصرنا كما شاء الزمان اذلة وصرنا من العلم الصحيح عواريا لح الله دهرا كلما قيل لم يعد الى الغدر ابدا ابدا العودة للغدر ثانية محى آية المجد التي كان نورها ينير سبيل الرشد اذ كان داجيا فآهن على مجد العروبة انني عليه ساقضي العمر ما عشت باكيا طبعا اذا كمشتوا معي فاني من غدا تكونوا كتقرأوا القصيدة فاني خاسكم تكونوا كتركزوا فيها جيدا لانه ارا حقيقة يعني في هاد الامتحان هذا فهو تلميدي لا معرفش كيفاش يقرأ هاد القصيدة فهو غدا يكون نتائه لا يعرفش كيفاش يستخرجيني احنا مجموعة من الاشياء اللي غادي تكون مطلوبة منا في الاسئلة اذا غادي ندوز مباشرة الى الاسئلة اكتب موضوعا انشائيا متكاملا محكمة تصميم بمعنى اخر مقدمة وعرض وخاتمة تهلل فيه هذا النص مستثمرا مكتسباتك اللغة المعرفية واللغوية والمناجية ومسترشدا بما يأتي وضع النص في اطاره الثقافي والادبي اذا فهي مقدمة طبعا هنا ممطلوبش منها مع صياغة فرادية لقراءته لكن انا غادي ندلكم اني اثناء تحليل ديالنا ان شاء الله غادي ندلكم فرادية بمعنى اخر باش تعرفو كيفاش ممكن في حالة ان تعتقوا مع صياغة فرادية لقراءته كيفاش غادي لها الفرادية سؤال موالي تكتيف المعاني الواردة في النص بمعنى اخر الافكار الاساسية لجابها الشاعر فهذا اني من خلال القصيدة دياله سؤال موالي تحديد الحقول المهمين في النص والمعجم المرتبط بها اذا لاحظوا معي هاد السؤال فهو مقسم على الشكل التالي بعد تحديد الحقول المهمين في النص اذا ستخرجوا شنو هما الانواع ديالحقول المهمين في النص ثم والمعجم المرتبط بها اي المصطلحات اللي بامكاننا يعني كدخل ضمن هذه الحقول المجامية اللي قد نستخرجه ثم إبراز العلاقة القائمة بينتها واش علاقة التداد واش علاقة التكامل إذن ثم مع التعليل رصد الخصائص الفنية للنص وتحديد وظائفها إذن نستخرج الخصائص الفنية إذا لاحظوا معي هنا حقيقة الامتحان كان شيئا ما صعب جدا لأن طلبوا من الخصائص الفنية كلها بمعنى آخر البنية الإيقائية نضروع البنية الإيقائية نضروع الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي ثم نضروع الصور الشعرية ثم الأساليب ونحددوه حتى الوظيفة ديالها أما في الامتحانات الأخرى يقول لك نصد الخصائص الفنية بالتركيز على مثلا البنية الإيقائية وعلى الصور الشعرية أو البنية الإيقائية والأساليب أو لعلى الصور الشعرية والأساليب مع تحديد الوظائف ديالها إذن فهذا السؤال هذا أعطونا نستخرجه للأساليب خصائص كلها عفوا ثم نحدو الوظائف ديالها سؤال مواليسية غت خلاصة تستثمر فيها نتائج تحليل يبين ماذا تمثيل النص لتجربة إحياء النموذج إذن الناس اللي ما عرفوش أو اللي ما يعرفوش بأنه واش نص واش هو نص يعني إحياء نموذج أو لا يعني سؤال ذات أو لا تكسيل بنية أو لا تجد رؤية فيكفيكم أنكم ترجعوا لآخر النص وغتشوفوا بأنه يعني رأيه شيء عطنكم إشارة لأنه ينتمي إلى إحياء تجربة إحياء النموذج إذن سأمر مباشرة إلى التحليل إذن شوفوا معي التحليل فمقدمة تحليل النص الطبيق مجدو الشرقلي إلا الفس انطلقت حركة الشعر العربي الحديث بظهور الشعر إحياء النموذج الذي تميز بالعودة إلى الشعر العربي القديم لما اتصف به من قوة ومثانة باعتباره المثل الأعلى للشعر العربي وعمل على تقليد شعرائه في القول الشعري معنى ومبنى فسمي بذلك بالشعر الإحيائي والشعر الكلاسيكي والشعر المحاكاة القدامى إلى غير ذلك ومن أبرز رواد هذا الاتجاه نذكر محمود سامي البارودي ثم حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وعلال الفاسي يعني اللي هو شاعر ديالنا اللي غد نحلل القصيدة دياله ويعتبر هذا الأخير من أهم شعراء هذا الاتجاه إذ لمنا إذ لم نقل من مؤسسيه الذين ساهموا في تطويره وترسيخه إذ ترك بإبداعاته بصمة قوية كان لها وقع إيجابي على هذا التيار والدفع به إلى الأمام إذن فما هي الحقوق المهمين في النصي وما هي الخصائص الفنية التي اعتمدها الشاعر في بناء قصيدته وإلى أي حد مثل تجاه إحياء النموذج إذن كما كتلاحظوا معي فهذه كلها يعني عبارة عن مقدمة عن مقدمة ثم ختمنا هذه المقدمة باش ختمناها بطرح الأسئلة الإشكالية وهذه الأسئلة الإشكالية كما كتلاحظوا معي فهي الأسئلة جناها انطلاقا من الأسئلة لعطيناهما مع القصيدة في الامتحان طبعا إذن كين فيكم لغاية يقولي يا أستاذرها الأسئلة الإشكالية كنخليها أنا حتى الأخر وكنت رحى بعد عيني الفرضية فجوابك صحيحا لكن يفترض أو لعيني يستحسن استسمح يستحسن أنكم دروا هاتطريقة هذه لأنها طريقة منطقية وطريقة سهلة وبسيطة إذن فين غادي نمشي دابا غادي نمشي إلى سياغة الفرضية السؤال ما مطلوبش منا فرضية لكن أنا درت الفرضية باش في حالة مما تنعطاكمش سؤال كيفاش مع سياغة الفرضية لقراءته تعرفوا أني الطريقة كيفاش تطيغوا الفرضية إن أول ما يقع عليه طرف القارئ هو العنوان الماثل أعلى الصفحة وقد جاء عبارة عن جملة إسمية تتكونوا من المبتدى ونعت مجد الشرقي والخبر متن النص ودلاليا فالمجد هو عزة ونخوة التي جاءت لتبيان عزيمة الآخرين والشرق هو مكان أو جهة تدل على تواجد شيء ما وعليه يوحي العنوان أن الشاعر يرمز إلى قوة ومجد المكان الذي كان فيه إذن درنات تحليل دي العنوان تحليلا دلاليا تحليلا تركيبيا ثم دلاليا إذن وانطلاقا من دلالة العنوان واتكاءا على شكل القصيدة العمودية العمودي التقليدي وإسم الشاعر وبناء على بعض المؤشرات النصية من قبيل طلل في الشرق أصبح خاليا وفنجري الدمعة أحمر وصرنا كما شاء الزمان أدلة نفترض أننا قبالة قصيدة عمودي تقليدي تنضوي تحت خطاب إحياء النموذج يتوجه فيها الشاعر إلى وصف حال الشرق سابقا والعز الذي كان فيه ثم الدل الذي لحق بالشرق فإلى أي حد تصدق هذه الفرضية إذن بناء على أحد مجموعة من المؤشرات اللي هي العنوان ثم الشكل ديال القصيدة جي نعطينا الفرضية وإذن كما شرحت لكم في باقي الفيديوهات اللي دز فما يمكنش نعطيه الفرضية بدون ما نحللو بعض المؤشرات ديال يعني القصيدة طبعا إذن مباشرة سأنتقل إلى هاي السؤال الموالي وهو تحت يعني الاستخراج الأفكار الأساسية إذن لاحظوا ما استهل الشاعر قصيدته بحنينه إلى الشرق الذي كان يمثل له موطن القوة والمجد والعدل التي كان ينعم فيها ينعم فيها موطنه إذن هذه بداية القصيدة ديالنا ثم عرج على فخره واعتزازه بأمجاد الأمة العربية وبطولاتها هذا في التحليل ثم الخاتم ليختتم ليختتم قصيدته بتحصره على ما آلت إليه أوضاع الأمة العربية من ذل وجهل وفقدانه الثقة في الشرق وإستسلامه لهذا الحال طبعا إذن وإذا انتقلنا ناحية التحليل سننتقل إلى ناحية الحقول المعجمية إذا انتقلنا ناحية التحليل وجدنا أن معجم النص ينقسم إلى حقلين دلاليين هما على التوالي حقل الماضي المشرق وحقل الحاضر المظلم إذن حقل الماضي المشرق الذي كان يمثل للشاعر كل شيء وحقل الحاضر الآن يعني كيف أصبح حاضر الشاعر فهو أصبح حاضرا مظلما إلى غير ذلك فحقل الماضي المشرق كان على الشكل التالي للمجدي إذن نخرج المصطلحات دلالي أي المعجم يعني كما جاء في السؤال المعجم المرتبط بها الحقول المعجمية ثم المعجم المرتبط الحقول دلالي عفوا والمعجم المرتبط بها إذن المعجم المرتبط بها هو هذا هو هذوك المصطلحات دلالي الحقل الماضي المشرق إذن للمجدي عهد تحن نفوسنا عهد السيادة السيادة والعلا الملوك الموالية علونا به ملك نزمام الحكم إلى غير ذلك أما حقل الحاضر المظلم عرتنا نومة نسينا بها تلك المبادية إذ مجد العروبة بالية سرنا أدلة محاية المجد آخي المجد العروبة إلى غير ذلك إذن لماذا هذه الفقرة كتبت له المغاير لكي نعطي العلاقة القائمة بين الحقلين لأنه مطلوبنا في السؤال والملاحظ من خلال جرد الحقلين أنهما حقلين متعارضين ومتضادين لكنهم يتكملان ليرسم صورة المعاناة والتحصر على ضياع المجد الأثيل وإمانا من الشاعر بأن الصورة الشعرية جوهر الشعر وعموده الفقري وبدونها يصبح الشعر مغسولا وكلاما باردا وبها يصير كلاما معسولا تتوق النفوس إلى سماعه فقد وظف الشاعر جملة منها فنجد تشبيه في مثلا البيت الأول أو البيت الثاني إلى غير ذلك فنجري الدمعة أحمراء والمشبه هنا هو الدمع والمشبه به هو لون الدمع وقد عبر هذا التشبيه عن رغبة شاعر الجامحة في وصف حالة الدمع من كثرة البكاء إذن كين فيكم لا يقول يا أستاذ واش ضروري أننا ندير المشبه والمشبه به فأنا أقول لك يعني ماشي ضروري لكن ضروري أنك تشير مثلا إليك أن عندك تشبيه تشير يعني فين كي تحددها تشبيه انطلاقا من القصيدة وتحديدا من البيت هذا تشبيه عن رغبة إذن وقد عبر هذا التشبيه عن الرغبة شاعر الجامحة في وصف حالة الدمع من كثرة البكاء كما نجد الاستعارة إذن شنو قلنا شنو نعنديرونا هذا نستخرجوه هنا الصور الشعرية كما نجد الاستعارة في قوله جيشا من أسدي عامر حيث استعار للجيش صفة الأسدي حاذفا المستعار منه الذي هو الإنسان رامزا إليه بأسد وقد إذن دائما نكتب بلون بخطين بلون أزرق فهو تكون الوظيفة ديال الصور أو الوظيفة ديال الخاصة الفنية بصفة عامة أو الخاصية فنية ووظيفتها وقد أدت هذه الصورة بالإضافة إلى الوظيفة الجمالية الزينية المتمتلة إذن شوفوا معي شون الوظيفة ديالها وظيفة الجمالية الزينية ديالاش ديال الصور الشعرية في إضفاء الرونق والبهاء على القصيدة وظيفة تعبيرية تأثيرية أيضا إذ صورت لون الدمع من كثرة البكاء على الذل الذي يعيشه الشاعر بعدما كانوا أسودا وعموما أدت هذه الصورة مجتمعة دورا في الارتقاء بالقصيدة في مدارج الشعرية وسماوات الجمال وإذا عرجنا ناحية الإقاع وجدنا أن الشاعر قد بان قصيدته بناء عموديا تقليديا حافظ فيه على وحدة الوزن والقافية شوف هنا في الترتيب ديالنا إذن قالوا لنا ما الخصائص الفنية إذن الخصائص الفنية كما كتشوفوا معي أنني بديت تنبص صور شعرية ثم عاجت إلى البنية الإقاعية بإمكانكم أنكم تبدأوا مثلا بالبنية الإقاعية ثم الصور الشعرية لكن الأساليب كتبقى هي اللخرة إياكم ثم إياكم تبدأوا بالأساليب لا فممكن لنبدأوا بالأساليب لأنها كتبقى هي اللخرة في الخصائص الفنية أما فيما يخص القافية فجاءت موحدة في سائر القصيدة كما جاءت في كل الأبيات كلمة وأسهمت بذلك في إعطاء نهايات الأبيات تناغما صوتيا وانسجاما إقاعيا أما الراوي فقد جاء موحدا وهو حرف الياء ولا يمكن للألف والياء والألف مقصورة وألف ممدودة والواو أن تكون حرف روي لأنهم هما حرف إشباع هنا جاءت الياء منقوطة بنقطتين مما عكس تأزم نفسية الشاعر على الحال الذي وصل إليه الشرق على الحال الذي وصل إليه الشرق كما جاء البيت الأول من القصيدة مصرعا وذلك من خلال خاليا باقيا إذن ما نقصد بالتصريع مصرعا إذن جاء مصرعا نقصد بالتصريع كما كتلاحظوا معي هنا إذا رجعتوا معي القصيدة ستلقوا بأن الشطر الأول من القصيدة من البيت الأول خاليا وباقيا موجودة في الشطر الثاني من القصيدة هذا هو الكتما تصريع التصريع وهو تقارب كلمتين في الصوت والوزن طبعا وهذه خاصية من خصائص إحياء النموذج إذن أما الإقاع الداخلي فيقوم على التكرار إذن كيفكم لغادي يقول لي علاش ما ذكرتش هنا البحر فأنا تقول لكم لأنه يصعب جدا أنكم تتخرجوا البحر فبالتالي ليس ضروري أنك تشير له حقيقة لكن فيكم لضبط البحور وضبط تقطيع العروضي فلا بأس بذلك أنه يقطع البيت دياله ثم يعطيه البحر إذن هذا فقط يعني كمعلومة فقط يعني هذا البحر البحر الطويل يعني القصيدة بنية على بحر طويل طويل له دون البحور فضائل فاعل مفاعل فاعل مفاعل أما الإقاع الداخلي لن نردز إلى الإقاع الداخلي فيقوم على التكرار حيث نجد تكرار الكلمات المجد والعروبة وتكرار المرادفات داجيا وباليا وتكرار الحروف الياء وألف وسين وتكرار السيغ مجد العروبة وتكرار بعض المشتقات نقصد بالمشتقات بحال مثلا كلمة كتبة ممكن استخرج من يكتب مكتبة كاتب إلى ذلك بحال مثلا العلا علونا العوالية ثم هنا يعد العود أيضا الفخر وفخرت الفخرة طبعا وقد ولد ذلك كله توازيا كله توازيا إقاعيا منحا نص طاقة إقاعية داخلية وأدى وظيفة جمالية وتأثيرية إذن سأنتقل بعد تحليلنا للبنية الإقاعية سأنتقل إلى الأسليب أما على مستوى الأسلوب فنلاحظ غلبة الأسلوب الخبري على القصيدة على القصيدة وهيمنة الجمل الفعلية التي طغت على على أفعالها سيغ الزمن الماضي ما اقتران هذه الأفعال بضمير المتكلم الدال على الجمع نا يذكرنا علونا به فقنا ملكنا أبنا بعثنا عرتنا سرنا ووظيفتها التعبير عن حنين الشاعر إلى الماضي التليد للأمة العربية وفخره بأمجادها وتحصره على ما آلت إليه والإفصاح عن مشاعره القومية إذن سأنتقل إلى الخلاصة وخلاصة القول لإعلها كتكون ربعا ديال النقط وخلاصة القول فإن الشاعر عمل في قصيدته على وصف الحالة التي وصل إليها الشرق من ذل ومعاناة بعدما كانوا أسيادا يعيشون في المجد ونخوة التي والنخوة التي ذهبت مع مرور الزمان واستخدم لذلك صورا شعرية نابعة من التجربة الإحيائية وبنية إقاعية تقليدية ولغة تتصف بالمعجم الشعري القديم ونصل في النهاية إلى إثبات صحة الفرادية إذن هالفرادية التي طرحناها في البداية ها فين أعطينا سميتو وفين أعطينا التأكيد وش أنها فرادية صححة أو لأنها فرادية خاطئة إذن وانتماء النص إلى الخطاب إحياء نموذج وعموما يمكن القول أن الشاعر نجح في تمثيل خصائص شعر إحياء نموذج من الناحية الشكلية والمضمونية والتصويرية وإذا كان علالفاسي قد نجح في هذه القصيدة فهل حالفه النجاح في جميع القصائد إذن نختبنا التحليل بسؤال كيف يبقى سؤال مفتوح إذن شنو 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 درنا هنا فعلا يعني طرقنا إلى كل ما حللناه في القصيدة في الإنشاء ديالنا ثم أعطينا أولا يعني يعطينا بعض الخصائص اللي كيمتاز بها إحياء النموذج اللي لقينها في التحليل إذن في الأخير إكدنا على أن فعلا بأن هذه القصيدة تنتمي إلى حياء النموذج وفعلا بأن الشاعر قد مثل يعني القصيدة أحسن تمثيل